السلام عليكم درس اليوم عن ميزة ميك فيرشوال عند انشاء ملف تجميعي نقوم بادراج الزاء هذا الملف من مسارات محددة مثال هاي الملفات للنموزاج يلي معنا هذا هو الملف التجميعي وهدول ملفين للأجزاء في حال انا حزفت هدول ملفين من مسار اللي هنن فيه هلاء ورجعت لأفتح الملف التجميعي بيعطيني رسالة انه لم يتم العسور على ملفات الاجزاء يعني فيه عندي مشكلة هلأ منجي بقى لميزة ميك فيرشوال عند ادراج جزء جديد نقوم بتفعيل الميك فيرشوال ونضغط اوكي تظهر لنا رسالة للتأكيد على امر الميك فيرشوال وانه هذا الجزء ما عد مرتبط بمسار نضغط موافق هذا الجزء الجديد اصبح مدموجا من ضمن ملف التجميعي الاساسي لانه نتأكد نروح على القائمة فايل فايند ريفيرانس نلاحظ بقائمة المسارات انه الجزئين الاوليين مسارهم من مجلد يلي لحني ادراجناه منه اما الجزء السالس فهو محفوظ ضمن الملف التجميعي اساسي ضمن الملف التجميعي طيب نحزو في الجزء الثالث وبالنسبة للجزئين اللي كانوا معنا سابقان عند الضغط على الزر الايمن للموس ما القائمة فينا نختار موافق والجزء الثاني نفس العملية هلأ في حال رحنا على مسار الاجزاء وحزفناها خلينا الملف التجميعي بس وارجعنا على البرنامج حفظنا العمل واذا فتحنا الملف مرة تانية منلاحظ بتم الامر بدون اي مشكلة والملف التجميعي مع اجزاؤه صاروا مدموجين كلاتهم بملف واحد تها درس اليوم واللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر